الغصن الخامس من أغصان حديثنا في هذه الحلقة سؤال أيضا لكنه سؤال خطير إنني قد أجبت على هذا السؤال فيما تقدم من الحلقات بصيغة مناسبة وسأجيب على هذا السؤال لأن السؤال مباشر هنا السؤال هكذا يقول هل أن الحقيقة المحمدية هي الله وإذا لم تكن هي الله فهل هي التي خلقت الخلق كله وهل تعرف كنها الله إذا لم تكن هي الله فهل تعرف كنها الله سؤال خطير خطير جدا سأذهب بكم إلى سورة الرحمن وإلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها كل من عليها فان كل من عليها من على صفحة الوجود وليس من على الأرض يمكن أن نقول كل من على الأرض فان ولكن هذا يمثل جزءا من الحقيقة أما الحقيقة الكاملة فهي هذه كل من عليها من على صفحة الوجود إنه الوجود الذي أوجده الله أنا لا أتحدث عن الوجود بحسب ما يقول المتصوفة حينما يتحدثون عن وحدة الوجود والموجود فيكون وجود الأشياء وجود الله ويكون وجود الله وجود الأشياء أنا لا أتحدث عن هذا الضلال أتحدث عن صفحة الوجود إنه الوجود الذي أوجده الله كل من عليها فان من على صفحة الوجود ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام هذا وصف للوجه وليس لربك ويبقى وجه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف إلي ذو من الأسماء الستة من الأسماء الخمسة على اختلاف الآراء فإنه فإنه يرفع بالواو فهنا ذو الجلال والإكرام صفة لوجه وليس لربك فوجه ربك هو ذو الجلال والإكرام بحسب التعبير القرآني الآية تتحدثان عن لحن واضح عن منطق واضح من أن القرآن هنا يتحدث عن غير الله فليس منطقيا فليس منطقيا أن الله يستثني نفسه من الفناء حيث يقايس نفسه بخلقه هذا الكلام لا يناسب مقام الله سبحانه وتعالى وإنما الحديث هنا عن الخلق الأول وعن الخلق الثاني كل من عليها فان هذا الخلق الثاني ويبقى وجه ربك هذا الخلق الأول ولا يوجد حديث عن الله هنا ما الذي أريد أن أقوله أريد أن أقوله من أن وجه الله غير الله غير الله هذا واضح في لحن القرآن وتعبيره الأدبي البلاغي الواضح كل من عليها فان كل من على صفحة الوجود من الخلق الثاني إن الله خلق المشيئة بنفسها هذه هي الحقيقة المحمدية هذا الخلق الأول ثم من بعد ذلك ثم خلق الأشياء بالمشيئة الأشياء هنا الخلق الثاني فالقرآن هنا يتحدث عن أن الخلق الثاني هو الذي سيفنى أما الخلق الأول فهو باقي دقق النظر في الآيتين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه الله غير الله لن يكون مناسبا لقدس الله سبحانه وتعالى وجلاله أن يقايس نفسه بخلقه حيث يتحدث عن خلقه الفاني ويستثني نفسه من هذا الفناء هذا الكلام ليس منطقيا الحديث هنا عن خلق الله عن الخلقين عن الخلق الأول والخلق الثاني الفناء حكم على الخلق الثاني وأما الخلق الأول لأنه خلقه لأجله يا أحمد خلقتك لأجله والكلام هنا رمز وإشارة إلى الحقيقة المحمدية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه لا يفنى لماذا الوجه لا يفنى لأننا هكذا نقرأ في دعاء ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك فمن أين يأتيه الفناء الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو اسم الله وهذا هو وجه الله وهذا المضمون موجود في سورة الرحمن نفسها فهنا في الآيتين السادسة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة الحديث عن وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آخر آية من سورة الرحمن إنها الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ذي هنا صفة لربك وهذا يعني أن وجه ربك بمنزلة ربك لا فرق بينك وبينها مثل ما قال إمام زماننا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قارنوا بين الآيتين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال صفة للوجه وليس لربك هنا بينما في آخر آية من سورة الرحمن تبارك اسم ربك اسم فاعل والفاعل مرفوع وهو مضاف إلى ربك وربك مضاف إليه مجرور فجاءت الصفة مجرورة لأن الصفة تتبع الموصوف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ففي الآية السابعة والعشرين جاء الوصف نفسه للوجه وفي الآية الثامنة والسبعين جاء الوصف نفسه لصاحب الوجه للرب فلا يمكن أن يفنى الوجه وهذا هو الذي تخبرنا عنه سورة القصص في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء من المخلوقات الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في هذا التعبير كل شيء هالك من المخلوقات من الخلق الثاني إلا وجهه إنه الخلق الأول ومثل ما قلت لكم قبل قليل ليس منطقيا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن فناء مخلوقاته ويستثني ويستثني نفسه من ذلك لأنه يقيس نفسه بمخلوقاته هذا الكلام ليس منطقيا ولا يناسب مقام الله كل شيء هالك إلا وجهه الحديث هنا عن الخلق عموما هناك خلق يثنى إنه الخلق الثاني وهناك خلق يبقى إنه الخلق الأول الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم دقق النظر في كلمات هذه الآية إنها واضحة فإن وجه الله غير الله ولله المشرق والمغرب هذه حقيقة فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الآيات كلها تأتي بلحن واحد هناك الله وهناك وجه الله ووجه الله خلق من خلق الله لكن وجه الله الخلق الأول وهذا الخلق لا يتطرق إليه الهلاك ولا يتسلط عليه الفناء وإنما الهلاك والفناء للخلق الثاني حينما نقرأ في الكافي الشريف هذا هو الجزء الأول الكافي للكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه الجزء الأول من الكافي في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة الباب الذي عنوانه باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن عمر بن أذين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذه حقيقة حقيقة واضحة وهذا هو الفارق بين الخلق الأول والخلق الثاني خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة ماذا نقرأ في المصدر نفسه في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة باب حدوث الأسماء هذا الحديث شرحته في برامج السابقة بسند الكليني عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما خلق اسما بالحروف غير متصوت لا يوجد لفظ يطلق عليه فهل تتوقعون أن لفظا يطلق على الذات الأولى ما عندنا من ألفاظ إنها إشارات اعتبارية بحسبنا فإن الله أجل من أن تطلق عليه الألفاظ وإنه أعظم من أن تسمى له الأسماء بهذه اللغة القاصرة أي لفظ يستطيع أن يحيط بالله وهو الذي يحيط بكل الأشياء أي لفظ هذه الألفاظ التي يقال لها الأسماء الحسنى إشارات ورموز اعتبارية لنقص عقولنا وإلا فإن الله أجل من أن يشار إليه بالألفاظ أو بالأصوات إلا أن هذا هو الذي نستطيعه فإذا كان اسمه ليس متصوة بالحروف فكيفه سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت هذه هي الحقيقة المحمدية وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود إذا كان اسمه هكذا فكيفه محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء الرواية طويلة وخطيرة جدا مشحونة بالأسرار فأنا لست بصدد الحديث عن تفاصيلها شرحتها شرحتها مرارا وكرارا في برامج السابقة إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت هذه هي الحقيقة المحمدية هذا هو الخلق الأول ولذلك لا يفنى هذه صفات كائن لا يفنى لا توجد ألفاظ تشير إليها ما عندنا من الألفاظ في القرآن وغير القرآن بحسبنا بحسبنا ولذا دائما أقول لكم من أن الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل بحسبنا لا بحسبه القول البليغ الكامل بحسبهم نحن لا نستطيع أن نتوهمه ولا نستطيع أن نتخيله مثل ما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله والله ما كلمت الناس قاط إلا على قدر عقوله لم يكلمهم بحدود عقله لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعخلون عملية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل نحن هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا هذه البنية اللفظية بنية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل وإلا فإن الحقيقة شيء آخر وإنه وهذا الذي جعل بهذا اللباس اللفظي العربي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي وهذه الآية في علي أمير المؤمنين في الزيارات في الأدعية في الروايات من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة تحدثت عنها مرارا وكرارا في البرامج السابقة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه بنية لفظية اعتبارية عقلائية لعلنا نعقل وإلا فإن الحقيقة شيء آخر تدبروا في الآيات إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بعيد عن أذهانكم بعيد عن أذهانكم هذا هو البعيد عن أذهاننا إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد لا نستطيع أن نتخيله وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف هذه هي الحقيقة المحمدية التي لا نملك ألفاظا ولا صورا ولا خيالا حقيقيا بقصوصها ما عندنا أمر اعتباري عقلائي بحدودنا اسم الله الأعظم هو هذا الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن يخرج إلينا لن يخرج إلينا فكيف نستطيع أن نصوره بصورين أو نتخيله بخيالين أو نطلق عليه ألفاظا اللغة قاصرة لكن الذي عندنا هو هذا بما يناسب شأننا إنا جعلناه قرآنا عربيا بحسبنا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ولعل جاءت على السبيل التوقع ربما لا نعقل مع أنه قد صيغ إلينا بصيغة لفظية اعتبارية عقلائية وربما لا نعقل وهذا هو واقع الأمة الأمة لا تعقل قرآن محمد وآل محمد وحينما قالوا لهم إن طريقة طريقة تعقلكم للقرآن مواثيق بيعة الغدير رفسوها بأرجلين رفسوها أتحدث عن سقيفة بني طوس رفسوها بأرجلين فكيف يتعقلون القرآن ماذا نقرأ في دعاء الجوشن الصغير إنه الدعاء المروي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في آخر الدعاء هناك دعاء سجود دققوا النظر معي في كلمات هذا الدعاء في السجود بعد قراءة دعاء الجوشن الصغير سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل لوجهك سجد وجهي لوجهك سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل شيء هالك إلا وجهه سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير ستأتي انتقالة سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي هناك وجه وهناك الله دقق النظر في كلمات الأدعية الشريفة سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي فهناك وجه الله وهناك الله الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الحقيقة المحمدية غير الله غير الله هذا السؤال سؤال سخيف مع احترامي للذين يسألون هذا سؤال سخيف الذين يعرفون قدر الله لا يسألون هذا السؤال هذا سؤال سخيف أي سؤال هذا هل أن الحقيقة المحمدية هي الله هذا سؤال سخيف هذا السؤال يكشف عن جهل بمعرفة الله يكشف عن جهل بثقافة القرآن المفسر بتفسيرهم وثقافة العترة التي تعتمد قواعد تفهيمهم صلوات الله عليه الحقيقة المحمدية حقيقة باقية لا تفنى لكنها مخلوقة وأما السؤال هل أن الحقيقة المحمدية تعرف كنها الله هذا السؤال ليس سؤالا سديدا ليس سؤالا سديدا هذا سؤال الجهال هذا سؤال الجهال هذا ليس سؤالا سديدا نحن حينما نقرأ في القرآن وحينما نتحدث بحديثهم من أن الله يعرف من أن الله يعلم هذا الكلام بحسبنا جزء من البنية اللفظية الاعتبارية العقلائية لأننا حين نتحدث عن معرفة وعن علم مهما وضعنا منزلة عالية لمعرفة الله وعلمه أو لمعرفة الحقيقة المحمدية وعلمها فإن ذلك لا يتجاوز حدود تصورنا وحينئذ فإننا ننسب النقصة لله وننسب النقصة للحقيقة المحمدية الكلام لا يكون هكذا الله تجلى فيه الله تجلى في الحقيقة المحمدية التجلي شأن أعظم من المعرفة والعلم قد يقول قائل هل هي إحاطة قطعا لا لا يمكن للحقيقة المحمدية أن تحيط بالله لكن الكلام هل أنها عرفت كنها الله هذا الكلام ليس سديدا الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكنني مضطر لاستعمالها المرآة لنفترض أن المرآة تملك وعيا وعي المرآة بالأشياء من حولها بالجدار الذي توضع عليه المرآة بالأشياء التي من حولها التي لا تظهر في المرآة وعي المرآة بالأشياء من حولها يختلف قطعا عن وعيها بصورة التي تظهر فيها فارق بين وعي المرآة بالأشياء من حولها وهي لا تظهر فيها وبين صورة الأشياء التي تظهر فيها المرآة المرآة هنا لا تحيط بالأشياء ولكن الأشياء تجلت فيها وهذا التجلي في المرآة هو غير معرفة المرآة بالأشياء التي من حولها والأمثلة هذه سقيمة 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 إلى أبعد الحدود ولكن ماذا نفعل هذا هو الذي نستطيعه أن نتحدث بلغة قاصرة وبألفاظ محدودة وأن نستجلب أمثلة حسية هي الأخرى أكثر قصورا من اللغة المتحدث قاصر واللغة قاصرة والأمثلة أكثر قصورا والذي يتابعني قاصر مثلي فكيف أحدثه عن الله وكيف أخبره عن الحقيقة المحمدية عن وجه الله الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره فمن أين آتيك بمعرفة ومن أين آتيك بعلم لكنني أعلم من أن الحقيقة المحمدية استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره هو يحيط بها هي لا تحيط به هل أن الحقيقة المحمدية خلقت الخلائق الكلام نعم ولكن بأي تصور بأي تصور هل بهذا التصور اليهودي الذي يتحدث عنه القرآن في سورة المائدة في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم غلّت أيديهم الذي يقول من أن الحقيقة المحمدية بمعزل عن الله وهي لا يمكن أن تكون بمعزل عن الله خلقت الخلق الآية تقول له غلّت يديك لأنك تقول بأن يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان غلّت أيديهم سأضرب لكم مثالا والأمثلة قاصرة أنا قاصر في هذا الأمر وفهمي قاصر وعقلي قاصر ولغتي قاصرة واللغة أساسا بغض النظر عن لغتي أنا اللغة قاصرة والأمثلة قاصرة فماذا نصنع إننا نحاول بقدر ما نستطيع وهكذا نزل القرآن بهذا القانون إنه جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلوا لعلكم وإنه في أم الكتاب هو شيء آخر سأضرب لكم مثالا الإنسان خذ نفسك أنت ها أني ها أني أمامكم ها أني أمامكم يدي تريد أن ترفع هذا وأن تضع هذا تريد أن تقلب أوراق هذا الكتاب كيف فعلت هذا هناك الروح 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 هي مصدر الطاقة ومصدر الحياة بالنسبة لنا روحي هي مصدر طاقتي ومصدر إدراكي ووعي الروح الروح لا يمكن أن تكون مفصولة عن حركة يدي الطاقة التي حركت يدي هي من روحي الطاقة التي حركت يدي هي من روحي القرار الذي اتخذته أنا لتحريك يدي جاء من روحي إذن هناك الروح 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 مصدر الطاقة مصدر الحياة ومصدر القرارات في الروح نقطة يقال لها العقل عقل الإنسان في روحه وليس في جسده ولكن جسد العقل في رأسه في دماغه مثلما قلب الإنسان في روحه لكن جسد القلب الروحي في هذا القلب الذي نحمله في القفص الصدري فالروح في نقطة عقلها اتخذت قرارا اتخذت قرارا بتحريك اليد وأن تفعل اليد كذا وكذا فاتخذ العقل في الروح القرار وانتقل إلى الدماغ وإلى الجهاز العصبي ومن الدماغ والجهاز العصبي انتقل القرار وانتقلت الطاقة عبر كل هذا التكوين إلى يدي الروح مثال لله سبحانه وتعالى والدماغ والجهاز العصبي مثال للحقيقة المحمدية ويدي وما صدر عنها مثال للخلق الثاني فلا يوجد تفكيك لا يوجد تفكيك وإنما هي مقامات مقامات وإنما هي مقامات لا يوجد تفكيك لا يوجد تفكيك دائما أضرب لكم مثالا بالبث المباشر هناك الاستوديو وما يجري فيه هذا هو الأصل وهناك الأمواج في الجو وأجهزة الإرسال وأجهزة الاستلام هذا هو الوسيط وهناك الصورة التي تظهر في جهاز التلفزيون في غرفتك في بيتك الاستوديو مثال لله سبحانه وتعالى الأمواج وأجهزة الإرسال وأجهزة الاستلام مثال للحقيقة المحمدية وما يظهر في جهاز التلفزيون هو مثال لما صدر عن الحقيقة المحمدية وأعلى ما صدر عن الحقيقة المحمدية نبينا نبينا وأميرنا وسيدتنا سيدتنا الزهراء والأئمة من ولدها من المشتبى إلى القائم من هنا فإن في ثقافة العترة الطاهرة هذا التي اللفظ الله يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها الله الذي يطلق على الذات الأولى هو غير الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية ويطلق على الإمام المعصوم الله الذي يطلق على الإمام المعصوم هو غير الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية وهو غير الله الذي يطلق على الذات الأولى إنها عملية اشتراك اللفظي في هذا الأمر تاه الغلاة وحار وفي هذا الأمر فر المقصرون والبتريون فروا من هذه الحقائق لأنهم لم يدركوا حقائق التوحيد في دين العترة الطاهرة خلاصة الكلام الحقيقة المحمدية ما هي الله هي وجه الله هي خلق من خلقه الحقيقة المحمدية الخلق الأول الحقيقة المحمدية تحيط بالله مستحيل هذا كيف يحيط المخلوق بالخالق هل تعرف كنها الله هذا الكلام ليس سديدا لأن الله تجلى فيها وهي وجه الله وأمرنا أن نتوجه إليها إذا أردنا أن نتوجه إليه فإننا نتوجه إليها أكنا راغبين أم لم نكن هذه قضية تكوينية هل يستطيع الإنسان أن يقول من أنني لا أريد نهارا يأتي بسبب الشمس أريد نهارا يأتيني بسبب آخر كيف يفعل هذا إذا جاء النهار برغم أنفه إنه نهار بسبب الشمس فليفعل ما يريد أن يفعل الكائنات شاءت أم أبت رفضت قبلت هي متوجهة إلى وجه الله الذي هو الحقيقة المحمدية وهذا هو معنى السجود لأبينا آدم إنها عملية رمزية فإن الله أراد أن تكون علاقة مخلوقاته به بهذه الطريقة الله أراد ذلك الله جعل الحقيقة المحمدية وجهه فيما بينه وبين مخلوقاته وهذا الوجه تجلى بين أظهرنا نحن الآدميون نحن الترابيون نحن الأرضيون تجلى هذا الوجه فيما بيننا بمحمد وآل محمد ومن هنا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى هو هذا فالحجة ابن الحسن هو وجه الحقيقة المحمدية ونحن لا نملك طريقا إليها إلى الحقيقة المحمدية إلا عبر وجهها إلا عبر الحجة ابن الحسن والحقيقة المحمدية هي وجه الله هي وجه الله صلوات صلوات على بقية الله أية كلمة هذه يا قائم آل محمد أية كلمة هذه في دعاء شهر الرجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك مهما تحدثنا ومهما تكلمنا ومهما دبجنا من الخطب وسطرنا من الكلام مهما كنا من البلغاء والفصحاء والأدباء والخطباء فإن كل جهودنا وكل إبداعاتنا تذهب السدن وحقك يا بقية الله حين نوجه أنظارنا إلى هذه الكلمات القصيرة التي وردتنا ووردتنا بلسان المدارات وحقك يا بقية الله إني عالم إنها وردت بلسان المدارات مثل ما نزل قرآنكم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنك تخاطبنا باللسان نفسه يا بقية الله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات صلوات دائمة عليك ماذا نقرأ في سورة البقرة أعطيكم مثالا لآية تطلق لفظ الله على الإمام المعصوم وهذا ما هو من عندي بحسب تفسيرهم لقرآنهم إذ ربما يسأل سائل ويريد مثالا إنها الآية العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإن الله لا يأتي إن الله لا يأتي الذي يأتي هو الإمام المعصوم هذا الكلام لا ينطبق حتى على الحقيقة المحمدية لأن الحقيقة المحمدية لا تأتي إنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا لا ينطبق حتى على الحقيقة المحمدية لأنها لا تأتي لا تأتي الذي يأتي هو إنه وجه الله الذي بين أظهرنا إنه قائم آل محمد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم أمره إليكم الأمر كله راجع إليهم صلوات الله عليه هذه نفحة من نفحات توحيد العترة الطاهرة تريدون العقيدة السليمة تريدون أن تعرف التوحيد السليم عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة هناك تجدون العقيدة النقية الصافية السليمة